اشتركوا في القناة وفعاليات الاحتفالية كما توشحت اركان المنتزه باللونين الابيض والاخضر علاوة على الاستعراضات المتعددة للنافورة التفاعلية بوسط المنتزه اذا عرضت تشكيلات فنية خلابة تحملان اللونين الابيض والاخضر نشكر تلفزيون البحرين على مشاركتنا ومشاركة المملكة العربية السعودية في يومها الوطني 94 جميعنا نحن في السعودية ومن يقيم عليها وجميع خليجنا واحد ونردد نحلم ونحقق حقيقة الاحساء هي حزمة من فعاليات ومن مدن على مستوى المملكة تتغنى بهذا اليوم المجيد وهذا اليوم السعيد على كافة أرجاء الوطن اليوم في الاحساء اليوم يشهد المنتزه الملك عبدالله البيئي توافد أكثر من خمسين ألف زائر سوف يكون برعاية سمو محافظة الأحساء الأمير سعود بن طلال إضافة إلى الألعاب النارية وأيضا العديد من الفعاليات مثل الطيران الشراعي وبرامج جودة الحياة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة